إجراءات بقى اللي خدتها الدولة في مسألة توطين صناعة السيارات تحديداً بصفة عامة أقصد وصناعة الكهربائية بواجه خاص إيه الإجراءات اللي تم اتخاذها وحضرتك يعني رئيس تنفيذ سابق لاراتة مصنع السيارات فأكيد عندك فكرة أكيد عن كل الخطوات اللي تم اتخاذها في هذا الإطار أولاً الدولة بتدعم صناعة السيارات أساساً القوانين المصرية في الجمارك بتفرق تفرق كبيرة بتدعم مكونات الإنتاج المستوردة بأنها بتاخد عليها جمارك بمتوسط 6% تقريباً خلافاً للسيارات الكاملة المستوردة اللي بتاخد عليها جمارك إما 40% حسب الساعة أو 130% أو أو ففيه فرق كبير يعني الدولة بتدعم المكونات بتقلق جمارك على المكونات التي تدخل في صناعة السيارات الدولة بتدي مستلزمات الإنتاج والمعدات جمارك 2% بس يعني تقريباً صفر برضو بالنسبة للمستلزمات الصناعة لكننا ماشينا على الطريق أصد ماشينا على الطريق السليم اللي انجزنا في مسألة توطن الصناعة بشكل لأنه مثلاً العالم كله بتتجه من 2035 إلى 2050 هيكون الانتاج كله انت بتكلم على السيارات الكهربائية السيارات الكهربائية أنا آسف طبعاً لأن الوقت بيدهمنا لأنه هنضطر نعيد تاني البيانات الداخلية فسريعاً كده إحنا إن شاء الله هنخطو خطوات في مسألة التحول الأخضر لصناعة السيارات الكهربائية عن قريب لأ أنت بحرك دم قلت التحول الأخضر يبدأ لازم تتكلم على حاجتين على التحول للصيارات بالغاز يعني مبادرة إحلال الغاز اللي اتعملت ده يعتبر نوع من التحول الأخضر وفي نوع من التحول الأخضر الكامل اللي هو التوجه لاستخدام السيارات الكهربائية إحنا لحد الوقت ما عندناش صناعة سيارات كهربائية لكن بنأمل والدولة خادت اتجاهات لتشجيع ودعم استخدام وصناعة السيارات الكهربائية يعني خلت الجمارك صفرية على السيارات خلت الجمارك على محطات الشحنة ومعداتها 2% عافت من ضريبة الترخيص عافت السيارات الكهربائية من ضريبة الترخيص فالدولة بتدعم استخدام وتصنيع السيارات الكهربائية لانما ده موضوع عايزوات أطول من المتحزينة اشتركوا في القناة